من هم المقدسين أو القديسين؟ البعض بيظن أخ نزار أن القديسين دولت فئة معينة من المؤمنين عاشوا حياة حلوة عملوا معجزات مثلا ولما يموتوا الكنيسة تعطيهم ردبة القديسين وهذا ليس موجود في التعليم الكتاب المقدس فالقدسين هم جماعة من البشر ولدوا بالخطية لكنهم اختسلوا بدم المسيح سكن فيهم الروح القدس صارعوا ضد الخطية اتهزموا مرة وغلبوا مرة لكنهم في المسيح أصبحوا أعظم من منتصرين والمفاجأة أن هذه ليست لفئة معينة لكن لكل المؤمنين يعني هم قديسين على الأرض بعمل المسيح على الأرض وفي السماء هم قديسين نعم وهذا المسمى ليس لفئة معينة من المؤمنين بل لكل المؤمنين بقول إذ لنا سحابة من الشهود يعني فيه ناس اللي كانوا قبلينا والكتاب بعلمنا تتمثلوا بإيمانهم بإيمانهم أو من سيرة نهايتهم يعني نشوف كيف نهايتهم لأنه حتى في الحياة كتير مثل داود وآخرون اللي فشلوا وسقطوا ولكن كان داود حسب قلب الرب ولكن القديس هو كل قديس اللي اغتسل بدم المسيح صحيح ولما نقرأ في فاتحة الرسائل لكل الكنائس إلى القديسين في المسيح يسوع بهذه المشيئة أي بعمل المسيح وتجسده وموته وقيمته فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة القديسين هو كل من يقبل إلى المسيح ويختسل بالدم ويحتمي في المسيح وتطهر من خطيئة يصبح قديس تحت بر المسيح وتحت رداء المسيح هذا لا يعني أنه صار معصوم عن الخطيئة أبداً ولا أنه صار كامل أو نقصد الكمال المطلق ولكن المقصود يعني عملياً إحنا مقاماً في المسيح ولكن عملياً أنا محتاج أنمو في القداسة لأتشبه بيسوع المسيح صحيح بنعمة الله والبعض العدوة حيناً بيشكك يا عم ده القداسة والقدسين ده مش لك أنت ده لمجموعة معينة وبيحاول أن هو يضربني بالفشل عشان يقولي أنه ما فيش فايدة وإنت عيش برحتك بقى لأن ده موضوع درب من دروب المستحيلات لكن كتاب يعلمنا أن أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوي ترجمة نانسي قنقر